ان شاء الله راح نتكلم عن بعض الفحصات التي تخص فحص الاورام المبيضية عند الطفلة ما قبل البلوق اي طفلة مصابة بورم قبل البلوق في المبيض يتم فحصها كالتالي طبعا نفحص الورم يمكن اكتشافه من خلال الفحص السريري ايضا ممكن نفحص الورم عن طريق الاشعاء المقناطسية وايضا ممكن نفحص الورم عن طريق الصورة ما فوق الصوتية يبين لنا هنا انه يوجد ورم في هذه المنطقة ايضا تعرض قشاء البكارة لثقب سقير وتصوير داخل هذا الثقب عن طريق المناظير الى هنا انتهى الدرس كنا معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي هذه بعض الفحصات التي ممكن نكتشف منها الاورام السرطانية الموجودة في المبيض اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة